موسيقى التهديد الأبرز على الولايات المتحدة هو ممن يسمون الذئاب المنفردة وليس من هجمات مخططة مسبقا من قبل تنظيم داعش تصريح يتردد على لسان مسؤولين أمريكيين آخرهم نائب وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس في هذه الجلسة للجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ مايوركاس تحدث عن استدراج داعش لأمريكيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن ضرورة تصدي السلطات الأمريكية لهذا نواجه تحديا كبيرا داعش تنظيم بغاية التعقيد ويركز بشكل كبير على الترويج لنفسه عالميا ويتفاخر بمهارة عناصره باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وجهوده من خلالها لتجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة علينا التصدي لهذا وتحدث مايوركاس عن التدابير المشددة التي تعتمدها السلطات الأمريكية لاستقبال اللاجئين السوريين ومنح تأشيرات دخول للأجانب ويرى أن تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات باريس أصعب على تنظيم داعش بحكم موقع الولايات المتحدة الجغرافي من ناحيته شدد منصق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الذي حضر الجلسة على أهمية التنسيق بين الوكالات الحكومية لدرء هجمات من هذا النوع وأشار إلى تراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون سوريا والعراق أعتقد أن هناك تراجعا في عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا والعراق لكن هناك تزايدا في دخولهم إلى بلدان أخرى كليبيا مثلا